اشتركوا في القناة 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 1 ربع ساعة حتى العشرين دقيقة في الكنجيلاتور حتى يتمسكوا جيدا ومن بعد نضيهم المقلات وتنقلهم على زيت غزير ونار هادية يعني ماشي هادية بزاف ونطلقوا في صحن التقديم بانت كان هذا هو الطبق اللي شاركت معكم اليوم دجاج كنتاكي بطريقة مادام نور صراحة الله أنا الخلطة خديتها من يعني من واحد الكوسينيرو واحد طباح اللي مشهور هنا في اسبانيا هو اللي اخذت من عنده هاد الخلطة هادي رفق لهم البنات بالصيغار معمرين بشوية ديال طون وبتجاج عفوا بشوية ديال دجاج وبوحد السلطة وان شاء الله شي فيديو اخر نقدر نشارك معكم هاديك السلطة الشهيرة اللي كتقدم مع هادو فخيضات ديال كنتاكي كانتمنى ان الوصفات اليوم ترقكم وتنالي اعجاب ديركم وتجربوها في شهر رمضان صحة في تركم وإلى فيديو اخر ان شاء الله البنات ما تنسوناش دائما ملي لايك والتعليق والبرتاج في صراحة لهالبنات الخيضات ديال جرملين ما شهيتكم فيهم وحينت احنا اصلا ديجا نطيبين هم وحد نص طيبة ومرقدين هم في الترقيدة عرفت يا البنات ديال بنان 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 ديال بالصحة البنات لا تبعتوا الطريقة كيفما قلت لكم كنوا اكيدين انكم غديت تاكلوا في خيضات ديال كنتاكي من اديكم فلا داعي باش تمشيوا المحلات الكبرى وتاخدوهم انتم معارفين الحاجة اللي طيبتوها بالديكم كتجي احسن وكتجي الاد هذا ما كان البنات الى اللقاء فرصة اخرى ان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله دمتم في رعاية الله كيفما قلت لكم بنات ما تنسوناش دائما مللي لايك والاشتراك والتعليق مع السلامة